دعت باكستان أمس الخميس الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات واثقة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة التي ترتكبها الهند ضد أهالي إقليم كشمير المتنازع عليه أعرب ممثل إسلام باد لدى الأمم المتحدة خليل هاشمي في جلسة عقدتها المنظمة عن ترحيبه بتسجيل مراقب الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة التي ترتكبها الهند في إقليم جام وكشمير وفقا لما ذكره موقع راديو باكستان وطلب هاشمي المجتمع الدولي بتحميل الهند المسئولية جراء احتلال المنطقة المتنازع عليها وارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان وفي الخامس من أغسطس آب عام 2019 ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور التي تكفل الحكم الذاتي في جام وكشمير ذي الأغلبية المسلمة ومن ثم لتقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية ويطلق اسم جام وكشمير على الجزء الخاضر لسيطرة الهند من إقليم كشمير الذي يضم جماعات تكافح منذ عام 1989 ضد ما تعتبر احتلالا هنديا لتلك المناطق يطلب السكان بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947 واقتسام اسلاماباد ونيو ديلهي ذلك الإقليم لا 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 اشتركوا في القناة